يعتبر هذا الاختراق هو انتهاك للسيادة العراقية وعدم تنظيم للعلاقات الدمواسية بين البلدين طالما هناك جيرة طويلة وعلاقات مشتركة اقتصادية وسياسية وأمنية ولكن هذا الاختراق جاء لأسباب عديدة وهناك ذراع متكررة من قبل الجانب التركي باعتبار أنشطة حزب العمال الكردستاني تهدد الأمن التركي وتتخذ من شمال العراق ملاجئ لها القيام بعمليات عسكرية ضد تركيا ولذلك جعلت هذه الذريعة سبب أو فرصة للتدخل أكثر من مرة طالما هناك اتفاقات مشتركة بين البلدين هناك اتفاق مشترك من زمن النظام السابق عام 1984 لمدة سنة ولمسافة 5 كيلوات ولكن انتهت هذه السنة وتم اختراق هذا المعد 2003 وتكررت هذه المحاولات وتواغلات التركية داخل الأراضي العراقية وهذا يعتبر كما أشرت هو انتهاك للسيادة وعدم احترام للعلاقات الثنائية بين البلدين ولكن يفترض أن يجلس المفاوضين ما بين العراق وما بين تركيا وأقصد العراق الحكومة المركزية وحكومة تقليم كردستان للحد من أنشطة حزب العمال الكردستاني كما جرت الاتفاقية مع إيران بجانب الجهات المعارضة لإيران في شمال الأراضي لذلك يفترض الآن حالة ساعة الجدية في هذا العمل واليوم الخرقات التركية التي جاءت على محافظة هوك واحتلال بعض القرى حوالي 6 قرى وإقامة نقاط عسكرية وحفر أنفاق وإنزال دبابات وإنزال أستحاق ثقيلة وطيارات مسيرة وطائرات حربية تقوم بقصف هذه الأراضي هذا يعتبر أيضا كما أشرت هو فعلا انتهات للسيادة وعدم احترام هذه العلاقة لذلك يفترض أن تكون هناك موقف حازم للحكومتين المركزية وحكومة كردستان وحقيقة هذا الصمت المريب هذا صمت يعني يدعو إلى تساؤلات كثيرة طالما هناك بالرغم من أنه هناك كان بيان حكومي واجتماع عن رئيس الوزراء وأيضا صرح الناطق العسكري بأنه عدم القبول في هذا العمل ولكن يفترض أن تكون هناك إجراءات جدية لإيقاف هذا العمل طالما هناك تهجير الآن أصبح لبعض القرى وهناك حراق قامت في بعض القرى وفي المحاصيل الزراعية وهذا يعتبر انتهاك ويعتبر اختراق ويعتبر تعدي ويعتبر احتلال بنفس الوقت لذلك يفترض أن تكون هناك موقف رسمي يحد من هذا التوغل وإيقاف هذه العمليات طالما هناك زيارة سابقة للرئيس أردوغان إلى بغداد وتم الاتفاق على بعض النقاط حول هذا الموضوع وبعض المحللين وبعض المختصين في هذا المجال يقول هل هناك اتفاقات سرية بين العراق وتركيا هو ما كنت سأسألك عنه دكتور رياض فعلا هذا الصمت الحكومي اليوم يثير تساؤلات عديدة من بينها ذكرتها حضرتك هل هناك ضوء أخضر عراقي لتركيا حتى تقوم بما تقوم به على الأراضي العراقية هل هناك تفاهمات غير معلنة بين الجانبين يعني كيف يفسر هذا الصمت الحكومي وهو ما يتساءل عنه الشارع العراقي بأكمله نعم هناك تكهنات وهناك تحليلات يقولون لا يمكن للجانب التركي أن يقوم بهذا العمل الشاسع والكبير والعمليات العسكرية الكبرى في هذا المجال إلا تكون هناك موافقة مسبقة وضوء أخضر اتخذ من قبل الحكومتين ولكن هذه التصريحات التي تأتي من هنا وهناك هي مجرد ذر الرماد بالعيون والاستهلاك الإعلامي طبعا وجود حزب العمال الكردستاني مع بعض المتعاونين من قبل بعض الأيزيديين وبعض الميليشيات والفصائل لهذا الموضوع جاء حقيقة أربك الوضع بشكل عام يعني هناك حسابات وهناك تصفيات سياسية وعسكرية في هذا المجال لذلك أنا أعتقد الصمت الحكومي وعملية اتخاذ القرارات لكن هو يعني يتذرع يتذرع نظام التركي دوما هناك اتفاقات سرية حول هذا الموضوع دكتور رياض لا أعلم إذا كنت تسمعه وتعاون ما بين الجانبين لإنهاء حركة حزب العمال الكردستاني والباحة أيضا كان هناك لقاء لأردوغان طيب هذه حجة للنظام التركي دكتور رياض يعني هذه حجة للنظام التركي هو دائما يتذرع بمحاربة حزب العمال الكردستاني يعني اليوم يحتل قرى مدنية هو يتسبب بنزوح مدنيين هو يتسبب بمقتل مدنيين أين حزب العمال الكردستاني هناك في هذه القرى المدنية يعني جميع المراقبون يرون بأن كل تدخلات تركيا اليوم هي تحمل بصمات الاحتلال طبعا هو عملية التوغل بهذا الشكل هو احتلال واضح وهذا انتهاك وهذا تعدي وهذا عدم احترام هذا احنا أشرناه إلى ولكن الآن أنت تعرفين حضرتك وضع العراق القلق والمنطرف والمتشضي بين قوى وخاصة يعني القوى المحيطة بينا كدول يعني إقليم وجيرة هناك تجاذبات سياسية وعسكرية ومصالح وأنت تعرفون أنه الجانب التركي من أول الدول الطامحة هناك له أطماع قديمة وهناك اتفاقيات قديمة وهناك أيضا ذرائعة موجودة في هذا الموضوع يفترض أن يكون هناك موقف رسمي حازم لوضع حد لهذا الاحتلال فعلا أنه احتلال لأنه التعدي على حدود العراق وسيادته وأمن مواطني هو احتلال واضح وهذا عملية مثل ما أشرت حضرتك عملية القتل والتهجير والحراب وقرى كثيرة هجرت وهناك نصب سيطرات أمنية في داخل الأراضي العراقية وعملية التفتيش هذا يعتبر احتلال وانتهى لذلك يفترض أن يكون هناك موقف رسمي واضح لعملية إيقاف هذا التوغل والاحتلال التركي ونحن مع اتفاقات مشتركة أمنية مع قوات الاحتلال الأمريكي يفترض الآن الموقف مجلس الأمن وأيضا بنفس الوقت الأمريكان لهم رأي في هذا الموضوع لماذا يكون هذا التوغل التركي وتحت أنظار العالم يفترض الآن أن تكون هناك وقفات شعبية وحكومية رسمية وأيضا دولية لدعم العراق في هذا الموقف نعم أشكرك جزيل الشكرة دكتور رياض الإسماعيلي أستاذ الإعلام في جامعة مزايا شكرا لك